جدد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس إدانتهم لجميع عمال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في الحرب الدائرة الحالية مكررين الدعوة لوقف فوري ومستداما لإطلاق النار وتسريع توزيع المساعدات الإنسانية وإطلاق صراح جميع الأسرة وفتح مفاوضات لإنهاء دائرة العنف في الأرض المقدسة وفي رسالتهم السنوية المشتركة بمنسبة عيد الفصح قال البطاركة ورؤساء كنائس القدس إننا ندرك تماما المعاناة الشديدة التي تحيط بنا في الأرض المقدسة ونكرر إدانتنا لجميع عمال العنف في الحرب وخاصة تلك الموجهة ضد المدنيين الأبرياء كما وجه رؤساء الكنائس تحية خاصة للمؤمنين في غزة الذين حملوا صلبانا ثقيلة ولجأوا إلى كنيستي القديس بورفيريوس والعائلة المقدسة